البطولات الوهمية لناصر الخليفة نجل حاكم البحرين استحق عليها تندرا لقب الطفل المعجزة وكيف لا وهو المتصدر بزعم الإعلام الخليفي لسباقات الفروسية والدراجات الهوائية والآيرون مان مرورا بقريحته الشعرية التي تفتحت عنها معلقات لا يليق بها إلا أن توضع على جدران قصر الصافرية بلغ الطيار يقلع من مطاره والعذر مرفوض لا قال اعتذاره دامح النهل للوامر وما بطولاته العسكرية فاستحق عليها من النياشين ما لم يظفر بها قائد عسكري عربي أو دولي شارك في الحروب العالمية أو في معارك تحرير فلسطين لكنه نالها لأنه أبلى بلاء حسنا في لعبة الحرب على البلاي ستيشن وللانصاف فإن نصور ابن أخي دي ناصور خليفة كان بطلا لا يشق له غبار في ميدان واحد ألا وهو مصارعة التيوسة هذه البطولات الوهمية التي أضفاها الإعلام الخليفي على الطفل المدلل نصور كانت تهدف للتغطية على صورته البشعة كجلاد عذب الرياضيين البحرانيين المعارضين الذين انتفضوا ضد نظام حكم عائلته الجائر وهي تهدف إلى إذفاء هالة عليه تمهيدا لإقصاء أخيه سلمان من ولاية العهد وتعينه محله لكن هذه الهالة الكاذبة لم تصنع منه بطلا بل حولته إلى مادة للسخرية التي تفجرت إثر اندلاع الأزمة مع قطر التي كشفت حقيقة كون الخليفيين ليسوا سوى شحادين وناكري جميل وكما عبر عن ذلك مغردون قطريون ردا على خطاب له نسي فيه حجمه الحقيقي وتوهم أنه بطل حتى في اللغة العربية التي كسر فيها المرفوع ونصب المكسور حتى بعث الحزن في نفس سيبويت وهو في قبره قال الله تعالى إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم صدق الله العظيم إنها مهازل آخر الزمان التي يتسلط فيها الصبيان على الشعوب فهناك في السعودية الدب الداشر محمد بن سلمان وفي البحرين نصور المعجزة لكنهما ليس سوى سحابة صيف عابرة ستنجلي غمتها عن هذه الأمة بالتضحيات وبالبطولات الحقيقية لأبنائها فما حقيقة نصور إلا جرد يختبئ في حجره عند المواجهة وكما يحصل عند زياراته للندن ومنخش داخل الفندق ومذل ما صار ديك المرة في حصارك لرجس نخش داخل الفندق وما طلع فحنا نقول له لو أنت رجال يا ناصر اطلع ليني واجهني ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر